السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم من سيد عبير سمير إن شاء الله بإذن الله الترمدة هنكون مع بعض ومع فريق المبتكرون هنشرح إن شاء الله منهج الساينس الجريد 5 طبعا إحنا عندنا 3 وحدات 3 يونت كل واحدة فيها درسين يبقى إن شاء الله عندنا 6 دروس هنتلم عليهم في طريقة الشرح هنبدأ بإذن الله نشرح كل بارت في الليسون ده هنفهمه كويس مع بعض وبعد كده هنقول أهم الأسئلة اللي بتجيلي في الامتحان بطريقة الإجابة النموذجية عشان إن شاء الله بإذن الله مع بعض نجيب الفول مارك وعايزة أي أسئلة أي تعليقات أي استفسارات منكم تبقى في كومنتو تبقى في تعليقات على الفيديو اللي هتشوفوه من المبتكرون إن شاء الله وهمتظرها وهرد عليها في الفيديو التاني وهيكون في مسابقة جميلة مع كل أصدقاءنا المبتكرون أول حاجة عشان نفهم يعني إيه فريكشن فورس لازم نتفق مع بعض على حاجة مهمة جدا عايزين نتفق إن أي جسم بيتحرك اسمه موفينج بادي اسمه إيه موفينج بادي تمام يعني إيه برضو مش فاهمين يعني إحنا وإحنا بنتحرك اسمنا موفينج بادي العربية وهي بتتحرك على الشارع هي اسمها موفينج بادي الكورة لما بنتحرجها كده وبينشطها هي برضو مدم بتتحرك اسمها موفينج بادي حلوة أوي الموفينج بادي الكورة لو أنت شطها وهي ماشية في الطريق بتاحها هي كده بتأثر عليها وبتمشي بقوة اسمها motion أو movement force يبقى القوة اللي بتأثر على أي moving body أي جسم بيتحرك وبتخليه يتنقل مثل من point A إلى point B دي اسمها movement force أو motion طيب وأنا ماشية بقى في الطريق إيه اللي بيحصل؟ تعالوا نتكلم كده على الكرة اللي أنت شطها هي ماشية ما أثر عليها قوة اسمها motion حلوة قوي وهي بتمشي بيحصل touch touch ما بين مين ومين؟ ما بين الكرة اللي أنا شطها وما بين ground أو floor الأرضية اللي الكرة دي ماشية عليها طيب أول ما حصل touch ما بين between two surface بيطلع لي arise بتطلع لي friction force يعني force جديدة خالص بتأثر على moving body برضو بس يتخيلوا كده هي friction force الفورس الجديدة اللي تلعب دي دي بتساعدني أنها بتخلي الجسم أو moving body ده ماشي في طريقه وفي حركته عادي جدا ولا بتحاول تبطقه شوية؟ مش عارفين طيب هو أنا لو شط الكرة تفضل طول العمر ماشية؟ لا أكيد هيجي عليها وقت ماهما شطها بسرعة هتلاقيها بتبطق 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 بتعمل slow down فإحنا دلوقتي لو عايزين نعرف friction force دي بتخليني أكمل في نفس الـ direction بتاعي أو في الاتجاه بتاعي ولا هي حاجة في الـ opposite direction يعني عكس اتجاهي طب يعني إيه برضو؟ أنا لو دلوقتي for example مثال عندنا إحنا لو جايب كرة وجبت شوية كتب وحطتها على منزل شوية زي ما احنا شايفين كده قدامنا في الفيديو مثلا أنا دلوقتي عندي كرة وعندي ألم وعندي كيوب أو مكعب وجبت وحطت منزل كده حاجة inclined ما لها شوية وحاولت إن هي تضحرك شوية عليها هشوف مين؟ كلهم هينزلوا معايا بنفس السرعة ويتحرقوا بنفس السرعة؟ طبعا لا طيب مثال تاني شوت كرة في الأرض عندك في القضة النوم بتاعتك عندك في الـ classroom بتاعتك شوتها وشوفها تمشي at the distance مسافة وهات نفس الكرة وإنت مثلا بتصيف كده في اسكندرية وشوتها على الرمل هيحصل إيه؟ إنت نفسك وإنت بتحاول تجري على الرمل هتجري بنفس الطريقة وبنفس السرعة اللي بتجري فيها في القضة أو في الفصل بتاعك؟ أكيد لا كل الكلام ده هنفهم ليه بالضبط النهاردة في lesson 1 في friction force يبقى friction force عندي دلوقتي هي force بتطلع الرئيس طب هيها طلعت إيه؟ طب ما تيجوا مع بعض كده نعمل rub your hand together كلنا نعمل احتكاج وإيدينا اللي اتنين عملوا إيه مع بعض؟ دول اسمهم two surface طب لما هم سطحين عملوا touch أو contact هم لمسوا بعضهم طب هما لما لمسوا بعضهم إيه اللي حصل؟ انت حسيت فيه الانرجي أو ديه فيه الهوار ما حسيت إنه فيه دفع شوية طب ديه طلعت منين؟ هي طلعت أصلا من الفريكشن force طيب هو أنا لما ضحركت الكورة ليه هتفضل مشيا مشيا وبعدين هيحصلها slow down slow down then stop تفضل تبطأ تبطأ لغاية الموارفة علشان برضو الفريكشن force ده معناها من الفريكشن force بتيجي فيه act أو direction بتاعها بيبعين the opposite direction of motion يعني هي عكس اتجاه الحركة أصلا علشان كده بتفضل تبطأ أي moving body ماشي لغاية ما السبيد بتاعته تبقى zero فبيروح واقف على طول طيب ببقى ديه أول point اتفقنا عليها إن الفريكشن force arise لازم شرط أنا مش الجسم ده لو هو واقف أساسا ما فيش حاجة مع friction force أول ما يتحرك يبقى moving body يعني during motion أثناء ما هو بيتحرك هتطلع لي الفريكشن force دي يبقى الشرط عشان تظهر لي أصلا ان الجسم يكون بيتحرك وحاجة تانية انه يحصل touch لازم يكون فيه touch between two surface يبقى ديه أول point احنا اتفقنا عليها النهاردة تاني واحدة friction force act دايما هلاقي الكلمة دي بيجيلي في الامتحان act act يعني ايه يعني ال direction بتاعتها فين ما احنا اتفقنا هي معايا ولا عكسي جرب ترسم لنفسك على ورقة ارسم عربية وخليها تتحرك اعمل الر بتاعك أو السهم بتاعك ماشي كده وسميه من فوق ده motion طيب ده surface حصل touch ما بينها وما بين مين ما بين ال ground او ال road او ال street يعني الشارع اللي ماشي عليه هيظهر لي هنا حاجة اسمها friction force يا ترى بقى هرسم القرب بتاعها كده في نفس اتجاه الموشن ولا في العكس احنا قلنا في ال opposite direction يعني ارسم لي من تحت كده سهم الناحية التانية لو رسمت الموشن لليمين خلي الفريكشن للشمال يبقى الاثنين ماشيين في ال opposite direction سؤال مهم جدا بيجيلي في unit 1 act in friction force act in ايه اروح ايلله على طوق ال opposite direction طب لو قال لي the direction of friction force اتجاهها فين هقول in the opposite direction طب هو عكس اتجاه مين مش عكس حركتي يبقى in the opposite direction of motion of movement force حلو ده تاني point احنا خلاص كده already اتفقنا عليها تالت واحدة هو احنا اتفقنا friction force لما بتأسطر على moving body او على الجسم اللي بيتحرك اللي بيحصل زي ما احنا شايفين قدامنا الكرة اللي شوطناها انا لقيتها عملت slow down slow down بدأت تبطأ بطأ بطأ لغاية ما wait fit عملت stop يبقى دلوقتي ومين اللي خلى الحاجة دي تبطأ لغاية ما تقف اللي ما فضلتش طول العمر ماشية بعد ما شط الكرة دي عشان friction force يبقى في حاجة تالتة بنسأل عليها friction force cause ايه او reason for هو سبب لايه هنقول slow down moving body and stop it بيجيلي give reason مهمة جدا في النقطة دي بيقول لي give reason slow down then stop the body during motion يعني ايه طب ما تيجي نفسص مع بعض السؤال كده حتة حتة slow down احنا بطأنا طيب and stop the moving body الجسم اللي كان بيتحرك during motion يعني اثناء حركته بدأ يعمل slow down ويبطأ لغاية ما وقف خالص فهو احنا قلنا مين اللي بيعمل الحركة دي برافو عليكم friction force يبقى لي جاملنا مزاجية ليه هنقول ايه due to the friction force ودلوقتي هنطلع فاصل مع المفتكرون موسيقى موسيقى وانا بذاكر واحب الموزك رجيز المبتكرون جاية وجايبه لنا الجديد هتفهمني العلوم على افلام الكارتون هتعرفني كل حاجة مش هبقى محتاج له حاجة باكر ركز انجح وياك تبقى حزين ويا المبتكرون عايزينك من الممتازين انسى حمومك وانسى مشاكلك وانسى الحاجة اللي بالطيقك مش هامل لنا زي زمان وحب الموزك رجمان المبتكرون المبتكرون هتغير مفهوم وشكل التعليم المبتكرون هتغير مفهوم وشكل التعليم